موسيقى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني الموقر راعي المنتدى الضيوف والحضور العزاء يلقي الآن الكلمة الرئيسية لأعمال الدورة الثانية من منتدى عمان للقيمة المحلية المضافة المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العقمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نقطة عمان فليتفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جهاز الاستثمار العماني الموقر راعي أعمال المنتدى أصحاب السمو المكرمون أعضاء مجلس الدولة أصحاب السعادة أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحديث عن القيمة المحلية المضافة ليس حديثاً عن إنجازات مؤسسة أو قطاع بحد ذاته بل هو حديث عن منهجية وطنية قامت عليها ركائز رؤية عمان أشهرين أربعين وأولياتها وأصبح من اللازم تسريع وضع الخطط والاستراتيجيات تطبيق أهداف القيمة المحلية المضافة في كافة القطاعات في البلاد بالاستثناء وما ذلك بأمر عسير انتظافرت الجهود من مختلف المؤسسات في هذا الشأن واضعين أمامهم غايات نهضة عمان المتجددة ومسترشدين بوثيقة رؤية عمان عشرين أربعين في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضر الصاحب الجلال السلطان هيثب بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أما كلمتي الموجزة في هذا اليوم فهي دعوة لتطوير استراتيجية منهجية لفرص برامج القيمة المحلية المضافة الواعدة وتتطرق فيها إلى تجربة شركة تنمية نفط عمان بوصفها رائدة في هذا المجال ضاربا بعض الأمثلة على ركائز الشركة الأربع في استراتيجية القيمة المحلية المضافة وهي التعمين والتدريب وتطوير الشركات المحلية والستثمار الاجتماعي وتشجيع المنتجات والخدمات الوطنية ومضمنا في أثناء ذلك إشارات إلى ما هو حقيق بالتعميم وأن لا يظل مقصورا نفعه على قطاع أو مجال بعينه كما ستحدث عن استراتيجية الشركة الجديدة حتى عام عشرين خمسة وعشرين التي انطلقت في هذا العام والفرص التي تضمنها مع تركيز كبير على فرص القيمة المحلية المضافة التي تساعد على التحول في مجال الطاقة بيد أن ذلك يقودنا قبل الشروع في مقصود حديثنا إلى التوقف يسيرا عند تعريف القيمة المحلية المضافة فنحن في شركة تنمية نفط أمان نعرف القيمة المحلية المضافة بالتزامنا بتحقيق أقصى قدر من الانفاق الإجمالي الذي يحتفظ به في السلطنة للمساعدة في تطوير الأعمال التجارية والمساهمة في تنمية القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد العماني ولا ريب في أنه لا يوجد تعريف موحد حتى الآن وأن الأنظار تختلف في ذلك وتتباين إلا أن الجميع متفق على أسس محددة فيها كالاحتفاظ بأكبر قيمة ممكنة داخل السلطنة وتوطين الصناعات وتعميل الوظائف النوعية أولاً ركيز التعمين والتدريب لا ريب في أن التعمين وتأهيل العمانيين للطلاع بالوظائف النوعية التي عادةً ما تطلب استقدام القوى العامة الأجنبية مطلبٌ أساسيٌ وركيزةٌ هي في صميم استراتيجيات القيمة المحلية المضافة ولقد أولد شركة تنمية نفط أمان هذا المجال اهتماماً بالغاً منذ الشروع في استراتيجيتها للقيمة المحلية المضافة في عام 2011 وما تبع ذلك من استراتيجية موحدة في الصناعة قطاع النفط والغاز في عام 2013 فاستطاعت الشركة أن توجد آلاف الفرص الوظيفية والتدريبية للعمانيين في مجالات مختلفة لم تقتصر على صناعة النفط والغاز وفي عام 2020 وفرت الشركة عن طريق برنامجها امداد أكثر من 2500 فرصة شمل التدريب المقرون بالتوظيف ويعاد الاستيعاب والنقل والتوظيف المباشر سواء من خلال التعاون مع الشركات المتعاقدة معنا أو من خلال برنامجنا للتوظيف المباشر كما وقعت الشركة في عام 2020 مذكاة تعاون مع الشركة الخليجية للطاقة لتوفير 600 وظيفة للعمانيين داخل وخارق السلطنة على مدى السنوات الأربع المقبلة في تخصصات فنية دقيقة مثل إنشاء الآبار وصيانتها وخدماتها وذلك كفيل بتعميل الكثير من الوظائف الفنية وبناء قدرات الأمانيين في مجالات لطالما كانت حكرا على غيرهم وفي هذا السياق وقعت الشركة في هذا العام كذلك اتفاقية تعاون مع الشركة الأمانية لغاز الطبيعي المسال ومجموعة أوكيو والجمعية الأمانية لخدمات النفطية أوبال لتعزيز مستوى التعمين في أعمال الصيانة الشاملة في منشيات النفط والغاز اتسعى هذه المبادرة إلى تأهيل قدرات وطنية ماهرة في هذا المجال والتعاون على إيجاد وظائف مستدامة في أنشطة الصيانة التي عادة ما تسند أعمالها بعقود مؤقتة إلى شركات محلية وإقليمية يكون معظم موظفوها من القوى العامة الوافدة من الأمثلة الأخرى الرامي إلى تعزيز مستويات التعمين التفاقيات التي ستوقعها الشركة اليوم فيحداها تتضمن تعزيز مهارات الميكانيكيين والكهربائيين العمانيين ليصبحوا مؤهلين لتولي الأدوار القيادية في مجالهم عوضاً على العمال الوافدة وتشمل اتفاقية أخرى تدريب مئة سائق عماني في مجالات أخرى بغية تحسين فرص مستقبل المهني والجهود التي بذلت وما زالت تبذل في هذا المضمار مسيمة تماماً مع أهداف رؤية عمان 2040 لاسيما أولوية سوق العمل والتشغيل التي تهدف إلى إيجاد سوق عمل جاذب لكفاءات متفاعل ومواكب للتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية ثانياً تطوير الشركات المحلية لطالما حرصت شركة تنمية نفط أمان على تطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة وشركات المجتمع المحلي إيماناً منها بأن هذه المؤسسات هي النواة الأساسية لتفعيل برامج القيمة المحلية المضافة وتحقيق أهدافها المنشودة وفي عام 2020 سجل لدى الشركة أكثر من 200 مؤسسة صغيرة متوسطة بصفتهم موردين وأتمدين وبلغت قيمة العقود المباشرة التي أسندتها الشركة لهذه المؤسسات حوالي 118 مليون ريال أماني وهي أعلى بنسبة 6% من عام 2019 ودعم الشركة لهذه المؤسسات لا يقتصر على إسناد العقود والمناقصات بل يشمل أيضاً تطوير معارف رواد الأعمال في تلك المؤسسات وزيادة خبرتهم بكيفية تنافس الفرص التي طرحها الشركة والاطلاع على اشتراطات الصحة والسلامة والبيئة وكيفية البدء في رحلة تطبيق القيمة المحلية المضافة وذلك ما تقوم به شركة تنمية نفط أمان من خلال برنامج تعزيز الذي حضر حلقاته الافتراضية في العام الماضي 76 شركة أما شركات المجتمع المحلي فقد واصلت الشركة تقديم الدعم لها بتخصيص مجال عمل بنسبة 10% من عقودها الرئيسية عبر التنافس البيني وبلغ عدد شركات المجتمع المحلي في نظام التسجيل المشترك للموردين 520 شركة بنهاية عام 2020 السجلت 42 شركة جديدة في العام المنصر فقط وتقدم هذه الشركات خدمات متعددة في صناعة النفط والغاز في مجالات مثل ميكانيكا والكهرباء واللوغيستيات وهناك 15 شركة لديها عقود مباشرة مع شركة تنمية نفط أمان ويتعد من الشركات الراسخة في السوق الأماني ونعمل حالياً مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة وشركات المجتمع المحلي على استراتيجية خمسية تعزز الفلص للشركات المحلية لتحقيق مزيز من القدرات التنافسية والاستدامة أما شركات المجتمع المحلي الكبرى الأربع التي أسست في عام 2010 وتعود ملكيتها لأكثر من 9700 مساهم من القاطنين في منطقة امتياز الشركة منهم فهود المكرم فقد استمرت الشركة في توفير الدعم لها حتى بلغت مستوى متقدماً يمكنها من المنافسة مع الشركات الكبرى في البلاد وتقدم هذه الشركات مجموعة من أنشطة أساسية في مجال نفط والغاز منها عمليات مرصات صيانة الآبار وصيانة خطوط الأنابيب واستبدال خطوط التدفق ومن جدير بالذكر أن عدد الأمانيين في الشركات المجتمع المحلي وشركات المجتمع المحلي الكبرى يقارب خمسة آلاف موظف وعند نسبة التعمين في شركات المجتمع المحلي الكبرى الأربع قد جاوزت سبعين في المية الإثمار الاجتماعي دائماً ما نقول بأن نجاحنا في الشركة رهين بنجاح المجتمعات التي نعمل فيها وازدهارها لذا كان التركيز على تحقيق منافع اجتماعي واقتصادية من خلال استثمارات واسعة النطاق في المجتمع بالتعاون مع الجهاد الحكومية والأهلية ركيزة أساسية في استراتيجية القيمة المحلية المضافة وهناك أربع مجالات لبرنامجنا الاستثمار الاجتماعي بالتوافق مع أهداف الأول المتحدة للتنمية المستدامة وهي البحث العلمي والتعليم تطوير البناء الأساسية للمجتمع الصحة والسلام والبيئة وتمكين الشباب والمرأة وفي العام الماضي التزمت الشركة بتنفيذ 48 مشروعاً جديداً للتثمار الاجتماعي كما أكملت 26 مشروعاً جديداً مثل دعم مؤسسات المجتمع المدني وإنشاء معمن نظم المعلومات الجغرافية في المحافظة الشرقية وليس الغرض هنا الاستقصاء في تبيان برامج اثمار الاجتماعي والاستكثار من ضرب الأمثلة على المشاريع المنفذة وإنما أردت أن أبين علاقة ذلك باستراتيجية الشركة للقيمة المحلية المضافة وأن التركيز على تنمية المجتمع ليس بمعزل عما نحن فيه بل ينبغي أن يكون في صميم جميع استراتيجيات القيمة المحلية المضافة رابعا تشجيع المنتجات والخدمات الوطنية أن تطوير سلاسل التوريد المحلية التي تتسم بالتنافسية وإضافة القيمة ضرورة لا بد منها لاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من عوائد النفط والغاز في السلطنة وكذلك الأمر في القطاعات الأخرى ولقد تمكنت الشركة من الاحتفاظ بنسبة 34% من القيمة داخل البلاد في عام 2020 مقارنة بنسبة 31% في عام 2019 إذ أخذ شركة على عاتقها منذ عام 2011 الريادة في مجال القيمة المحلية المضافة وبذلت في سبيل ذلك جهوداً حثيثةً تكللت بتنفيذ 31 فرصةً من أصل 53 فرصة استثمارية تضمنتها وثيقة استرادية القيمة المحلية المضافة لقطاع النفط والغاز التي ابتدأت في عام 2013 وكلها كان يهدف إلى تعميل الخدمات وسرات التوريد وإيجاد الوظائف العمانيين والاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من عواعد النفط والغاز داخل السلطنة والاستراتيجية غير مقتصرة على الفرص الثمارية المحددة في استراتيجية القطاع المذكورة بل هناك فرص كثيرة جداً للقيمة المحلية المضافة حدثتها الفرق الفنية والهندسية المختصة في الشركة وبلغ ما حقق منها 56 فرصة حتى اليوم وقد أسهمت تلك الفرص في افتتاح 73 مرفقاً منشأة في السلطنة إن إدراك الشركة لبيئة عملها المتخصصة والتي تستلزم الكثير من المعدات والخدمات التي كان معظمها مقتصراً على الشركات الأجنبية والاستيراد من خارج البلاد قد جعلها تولي هذا المجال اهتماماً كبيراً فقد حددنا مع شركائنا في حكومة والمشغلين الآخرين والمؤسسات الخاصة المجالات التي يكون الطلب عليها عالياً في الصناعة ولكن تنخفض فيها نسبة التعمين وتكلّل ذلك بتحقيق الكثير من النجاحات غير المسبوقة وأذكر منها على سبيل المثال تصنيع البوليمر المستخدم في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط تصنيع النشاء المستخدم في عمليات الحفر والشركة المستمرة في الإسراع في تنفيذ أمثال هذه الفرص واستكشاف المتاح منها بالتعاون مع المشغلين والشركات الأخرى العاملة في قطاع الطاقة لتوطين أكبر قدر ممكن من الخدمات والمنتجات هذه إذن الركائز التي قامت عليها استراتيجية الشركة للقيم المحلية المضافة في السنوات العشر الماضية اكتسبت الشركة من خلالها خبرات ومعارف واسعة في هذا المجال ومن ثم ارتأت الشركة وضع استراتيجية جديدة محدثة للقيم المحلية المضافة لمدة خمس سنوات حتى عام عشرين خمسة وعشرين تتناول سبعة محاول رئيسية هي توطين البضايع والخدمات والقوى العاملة التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة إطار عمل الضمان والاستدامة الإجراءات والتوجيهات نموذج التشغيل والهيكل التنظيمي إطار الكفاءات التعاون بين القطاعات المختلفة ولقد حددت استراتيجية جديدة خمسة وسبعين فرصة أخرى جديدة لقيم المحلية المضافة على مدى السنوات الخمس المقبلة استطعنا ولله الحمد أن ننفذ منها عشر فرص في الأشفر الستة الماضية من هذا العام والشركة ملتزمة بالتحول في مجال الطاقة وتحقيق صاف الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 ومن ثم فقد خصصنا بعض الفرص لخدمات المتعلقة بتثبيت ألواح الطاقة الشمسية وصيانتها لتقوم بها شركات محلية ووقعنا مؤخرا مذكرة تعاون مع المركز الوطني للطاقة من أجل تطوير وتنفيذ مشروع المدينة الذكية التجريبي ضمن مشروع تطوير منطقة رأس الحمراء التابع للشركة كما شهد هذا العام تأسيس وحدة يديدة في الشركة وسميت بإسم وحدة الطاقات المستقبل وترمي إلى التركيز على فرص الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مختلف أصحاب الشأن ولدينا حالياً مخطط يضم مشاريع برامج محددة بدقة لتحقيق غايتنا ببلوغ صاف الانبعاثات الصفرية إن هذا التوجه يعني إيجاد سلسلة قيمة جديدة لا تقتصر على قطاع النفط والغاز وفي الوقت نفسه يستلزم ذلك إنشاء سلاسل توريد جديدة تتوجد فرصاً هائلة للقيمة المحلية المضافة راعي الحفل حضرنا الكريم إن اهتمام الشركة بتعزيز القيمة المحلية المضافة وتجيع المؤسسات والشركات المحلية على تبني هذا الأمر قد تجلى في تأسيس جائزة للقيمة المحلية المضافة قد ألن عنها مؤخراً وأصبح باب التقدم والتنافس عليها مفتوحاً ختاماً لا يسعني إلا أن توجه بجزيل الشكر إلى معالي الأخ المهندس أبد السلام المحمد المرشدي المؤقر رئيس قهاز إثمار العماني على تفضله برعاية أعمال هذا المنتدى وإلى جميع المنظمين من جرية الرؤية نظير ما بذلوه من جهود كبيرة في إقامة هذه الفعالية ذات الأهمية الوطنية وإلى جميع الأخوة والأخوات المشاركين والحضور الكرام وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير العمان وشعبها الأبي في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضر الصاحب الجلالة السلطان هيثب بن طالق المعظم حفظه الله ورعاه هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا